اشتركوا في القناة هذا اليوم اكيد رح يكون يوم مناسب لمجاميع السنة المقبلة يعني اللي اقصته انه هو يوم ثلاثين رح يستفيد من عنده الناس اللي ارقامهم ثلاثة واللي ارقامهم واحد وعشرين واللي ارقامهم اثمعش هذه الارقام رح تكون مناسبة جدا لهذا اليوم بألم الارقام خصوصا بوجود القمر يعني مثلا القمر هذا اليوم بعده متواجد الى برج الميزان يعني ما معناه انه اللي تاريخه اطنعاش واثلاثة وواحد وعشرين رح يكون ان شاء الله موثق بمجاميع الجوزاء اللي بمجاميع الميزان اللي بمجاميع الدلو الهوائية وكذلك اللي بمجاميع العذراء واللي بمجاميع القوس ولا ضير بالنسبة لمجاميع الحوت هذه اليوم يعتبر يوم حب ويوم مبارك بالنسبة لمجاميع علم الارقام اكيد السنة المقبلة رح نتحدث عنها بتوقعات مستفيضة ان شاء الله في يوم رأس السنة نتحدث عنها بتفصيل ان شاء الله اذا الله نطانع عمر بكرة بقوة الله اتفضلوا من ويايا اهلا بأم عمر صاح صباح الخير يسعد صباحك يسعد صباحك يسعد صباحك ام عمر شون سجنان جلبي يا هلا ومية هلا كل عام انتي بخير عزيزتي عيدة عليك بالصحة والسلامة كل الهلا ام عمر تفضلي حبيبتي حبيبة جلبي عدي هذا الابراج مني بس ردت يعني تتأكدين عليهم نعم عندي 14-4-86 نعم بس ردت اعرف يعني هاي الحامل هذا السنة هو خطية داعد وحدة زوجي وفصل بالطريق وداعد ما عنده وظيفة نقدم على وظيفة يعني داني على خلال هالشهر قسا واني حني اكو عنده وظيفة اي 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 نعم نعم واندي واندي 15-6-2015 نعم هذا يا بنتي حبيبتي بسورة عامة على مستقبل على حياتي وارقام حظي حبيبتي حبيبتي تدللين انا الله يخليلكم ياه سدول سدول حبيبتي حبيبتي واندي واحد ثمانية ثلاثة وثمانية بسر التشوفي حني خلال هاي السنة عنده بلا عنده انفراجات بالرزيح اكيد 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 لا بلا شك بلا شك حبيبتي تأمريني امر ام عمر تأمريني امر مش شكرا الي شوى لمواصلت شوى يا تدللين حبيبتي اكيد عندي كان من البارحة كان عندي بغط عندي روان اريد اجاوبها يعني بتفصيل لانه ما اكو ناس مثلا ما افصل لهم وناس ما ارد عليهم بسرعة فوقت الفقرة خلاص عندي يا روان فياريت هليوم انتي كنتيدة تابعيني بنتي العزيزة حتى ارد عليك مع كل امتيناني وشكري الي شوى لمواصلتش وتعبش في الاتصال يا نان يعرف اللي يتصل اكيد ما يحصل من اول مرة فهذا شكر اقدمه من عندي لكم لانه حابين الفقرة وتتواصلونوا اياي واني جدا سعيدة وممتنة وشاكرة لكم لذلك اكيد احبابي مثل ما ذكرنا القمر بعده متواجد في برج الميزان باتر تخلص الارض دورتها حول الشمس بحمد الرب وشكري دورة كاملة ببركته رغم كون انه الحياة قد تسير الى جانب يعني مثل ما نقول بعض الامور دي يصير بيها مثل غضب الطبيعة مثل احيانا هالاشياء لكن سبحان الله كريم واكرمنا في هذه السنة وخلى الارض الدور وما زل من حركتها هذا الشي اللي نحمد الله عليه يمكن الفلكي والادارس الفيزياء والفيزياء الكونية كلها هاي الامور يدرك ما اهمية حركة الارض بهذه الطريقة فنشكر الله بكرة رح يكون ان شاء الله يوم راس السنة القمر في برج العقرب المائي وهذا رح ينطفد انسجامية مع الشمس والقمر وهذا فتشي كلش حلو لكن اليوم بعدنا ما زلنا في برج الميزان في برج الميزان الهوائي قلنا انه نشرح ايام الحظ اللي ممكن تكون مناسبة قد يطلق الفلكيين احيانا ايام الحظ تكون يقولك اليوم يوم حظ ايجابي اللي رقم ثلاثة واللي رقم طمعاش واللي رقم يعني واحد وعشرين اوكي لكن مو كل الابرج يمكن انا احب انطيكم فد لمحة حتى يكون اتكم معلومة احنا من نقول ايام هذه الاشياء تكون تابعة لحركة القمر اذا كان القمر متواجد في موقع يشاكس قسم من الابراج اكيد هالتواريخ رح تكون داخلة بيها يعني مثلا هاليوم القمر في برج الميزان ما زال ده يشاكس الجدي وما زال ده يشاكس الحمل وما زال ده يشاكس السرطان وده يشاكس العقرب فالها الاساس الايام اللي اهل التاريخ اللي تاريخهم ثلاثة واللي تاريخهم واحد وعشرين واللي تاريخهم ارباط اثناش ممكن ما يكون بالنسبة لهم يعني يعتبر هذا يوم حق يعتبر يوم حق لتواريخ ابراج اللي ذكرتها اللي هي الميزان اللي هي الجوزاء اللي هي الحوت اللي هي مجاميع ان شاء الله العذراء مجاميع الاسد مجاميع القوس مجاميع الدلو فالشي اللي يجعلنا اكثر متفائلين انه كل ما يكون كم اكبر من الابراج مستفيدة كل ما نكون الحمدلله والشكر اكثر متفائلين ما يكون ضغط فلكي على الكثير من الابراج وهذا الحمدلله والشكر اليوم وبكرة تنهي السنة دورتها ويكون القمر في برج العقرب برج الاقوياء وبرج الماشاء الله ذوي العزيمة فان شاء الله نتحدث عن التوقعات بتفصيل يعني كبير ننطيكم باشر التوقعات العامة لدخول القمر الى برج العقرب صباحا وان شاء الله اذا يكون عندي لقاء وياكم اتخصى قناة الرشيد مشكورة اقدلم لكم التوقعات اللي تخص سنة الالفين وتساطع عش اكو اتصال تفضلوا نعم الان ارجع بالحديث عن مجاميع اللي متصلين كان عندي روان 18-4-91 بنتي العزيزة روان انتي بالنسبة لك برجك 18-4 18-4 هي الاخيرة من الحمل الناري يعني اخر مجموعة من مجاميع الحمل الناري طيب هذه المجاميع يكون نوعا ما المريخ مسيطر عليها سيطرة وعنده هيمنة يعني كبيرة نلاحظ انه احيانا هذه المجاميع ضغط حاليا عليهم منعيني تفضلي شيما نعم شيما نعم السلام عليكم عليك السلام كل الهل بنتي شرفتيني باتصالك امريني يوم بلزة مريد عرف بورتي نعم بكل ممنونية تفضلي مواليد تسعين شهر 11-18 مونطعش داعش تسعين نعم نعم اريد عرف عن الحاض وعن النصيف حاضرتك مرتبطة نعم لا وعالحاض يعني اريد عرف ارثام الحاض واريد عرف على الارتباط نعم حاضر تدللين 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 شاكرا لك وليتي صالت اهم شيما اثنين شيما اهم شيما من واسط صباح الورد صباح الورد بنتي صباح الخير صباح الوزنان يا هلو 100 هل يوم طبعا فرحانا كل 2-3 احيات يا عمري يا عمري كل الهل تشرفيني واني همينا سعيدة بنتي فضلي اطبعي خلي مواليد عديلي كلامة شيومة بنتي سديد سديد يوم 28-2-86 28-12-86 نعم بنتي وزوجي 28-9-82 بسر يدعرف ارقام الحافظه وهو يرجع للدوام الله يرجع الدوام هو ابو التسعة مواليد التسعة مو الثاني اي اي برج يعني برج لا الميزان اي اي عالعموم اي يلا عاليا اتفضلوا اكيد اشكر شي ما وانتقل الى علياء صباح الخير يا هلبها الصباح يا هلبها الصباح تفضلي يوم عاليا اي 28-9 نعم اي اي واني اربعة اي او اتفضلوا اي 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 عاليا 28-9 عاليا الاقتجاة النصيب ورسال عني اي 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 خير ان شاء الله بنتي خير ان شاء الله اي 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 12-7 هذا شبيه ابو 12-7 1274 جاي بي 6 الصبح اي اي ها حبيبتي 6 الصبح اي عيني تدللين 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 حبيبتي علياء تفضلي ام نور السلام عليكم عليكي سلام الله ورحمته كل الهلك كل الهلك حصلتلي البركة حبيبتي ام نور تفضلي السلامين اخلى الاكبر انا حديت اشكرك على هالبرنامج الجزاء هذا ماش حبيبتي انا ممنونة احنا لخدمتكم تسلمين تسلمين يا ورد الله يحفظ ان شاء الله تاني الجديدة خير وبركة عليك وعالجني حبيبتي ان شاء الله عليكم قبلي ربي يجعلكم بافضل الاحوال يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي حبيت اسئل عن سنة جديدة الي يعني مواليد صباح ستة الف وتسعمية ستة سبعين نعم جريتي تسلمين جريتي كل هذا الناس دكتور عندي ولد متوسط هل يعني انه بالمستقبل سبحانه يعني وتعالى ابقنا ولد يعني ابنا ولد هو بإرادته كل شيء بإرادته حبيبتي يعني ما اكو اشكال في انه ربك يمطيك يعني مبارك اسمه هو الكريم ما اكو اشكال الاولاد نعم ام حسين هلا ابو ام حسين هلا وبيت شون تعيني هلا وميت هلا يوم شرفتيني ام حسين هلا وبيت شون ظلي اريد اعرف برجي الدلول والحوت هاني 19 سنين يا حبيبتي يا حبيبتي اي يوم 19 سنين واحد يقل لي حوت واحد يقل لي دلو حرتبي تمام حقتش اريد اعرف صفاتي يعني صح حقتش بس انت جاي العصر للصبوع لا جاي الفجر خلاص انت دلو يا حلوة انونا حبيبي اكيد بالنسبة الى روان ارجع الى روان يعني خطايا دا تنتظر الاجابة بس استقبل الاتصالات وارود عليهم بنتي العزيزة روان قلت انو انتي بالفترة الحالية يعني هو من اختصاصنا واني اعرف اختصاصي اني نفسي بالابراج نفسي وطبي فهل فترة نفسيتش كلش تعبانة يعني متراجعة وجود المريخ مع كوكب نبتون خلاتش في موقف على مضللتش يمكن انطلقتي مع طيبة قلبتش واندفاعتش وعواطفتش الى تضليل بعض من الناس او انتبهي من تضليل بعض من الناس المريخ الحاليا ضاغط عليكم لانو هو كوكبكم الحاكم وانتي كوكب عشريتش المهيمن يعني هو كوكب اللي يحكم الحمل الناري والعشرية اللي تابعة اليش بنتي العزيزة حتى رقمتش حتى رقمتش مريخي فعندش سيطر على المريخ المريخ مسيطر عليش بشكل يعني مطبيعي لكن هذا ما يعني فتش غلط المريخ لكل شيء لكل شيء حتى هو هذا الماي اللي هو للحياة سبحان الله عز وجل لكن احيانا مني فيض شيء يسوي يدمر فلابد اكو اشياء ايجابية واشياء سلبية بنتي العزيزة كوكب المريخ ينطيش نشاط ينطيش قوة ينطيش اندفاع ينطيش حرية بالكلام ينطيش عدم رهبة ما تخافين يعني تتحدثين مع الكبير تتحدثين مع الصغير انسانة يعني شديدة شديدة مو بالقوة انما شديدة بالصفات وهذا فشي يعني في زمننا الحالي يحتاج الى شخص يستطيع ان يكون بها المواصفات الحمدلله انتي تملكيها لكن لابد ايام تجينا شوية بها يعني شوية توقفات او شوية تعثرات لكن ما رح تبقى الحياة هكذا يوم واحد واحد المريخ رح يكون عندك رح يكون عندك كم من النشاط كم من العمل كم من الخطط كم من الافكار اللي ممكن رح تترجم وتريدين تترجميها الى واقع وهذا الترجمة الى الواقع انتي اذا عرفت شلون توظفيها حتى تصير الترجمة صحيحة مو متل الترجمة مال حجي راضي بالمسلسلة يبقى بنتي العسيسة الفرص مفتوحة امامكم السنة المقبلة في مجالات عدة تبدأ من الشهر الثاني وهذا الشي انا رح اركز عليه حاولي قدر المستطع في هذه الفترة جمعين افكارش وتهيئين نفسش لانطلاقة جديدة تركي ما كان في الماضي واحذري المظللين كوني اكثر واقعية برج الحمل مشكلته عاطفي جدا عاطفي عاطفي يعني صح منفعل ونشيط لكن هو اللي بقلبه على لسانه انسان طيب القلب هذه المشكلة اللي ممكن ان يقع فيها في حياته هل انه طيبة القلب مشكلة لا ضرورية لكن احذر المظللين هذا خلاصة ما نقوله لروان مع شكري وتقديري عندي ام عمر تقول ارباطعش اربعة على الوظيفة ام عمر يعني اتصور عندش تليفون وبقوة الله راح تخابريني وتقول ليلي ابنك اشتغل رسق الولد ان شاء الله راح يكون ربك ما ينسه مبارك اسمه راح يكون عنده وظيفة خصوصا في هذه الفترة المجموعة اللي تخص ابنك الله يحفظه مجموعة الحمل الناري هو شوية بس خلي خفف عصبيته خلي خفف مزاجه ممكن احيانا اكو اشغال متلب بذاك الطموح اللي احنا نريده او نحس انه احنا موقعنا يكون افضل لو كنا في مكان اخر لكن الحياة احيانا تنطينا بدائل مضطرين عليها اذا كانت مشروعة فهذا الشي ان شاء الله ايجابي خليه يتوكل على الله ويقدم بس ان شاء الله راح يكون الشهر المقبل او الشهر الثاني كفيل بانه تجيب شارع انه راح يشتغل قول يا الله والله يفتح باب رزقه وباب رزق المولود الجديد والله يقوم زوجته حفيد تجب السلام ان شاء الله ويمنحها الحياة وينطي الرزق على وجهه امين اخ مصطاع الستة بصورة عامة الاخيرة من الجوزاء الاخيرة من الجوزاء هاي ايضا تابعة الى المريخ قصدي الى الشمس العشرية الثانية تكون تابعة للمريخ الشمس اكيد وجود الشمس حاليا في برج الجديد راح يكون ممهد لحل مسألة معينة ينطيها دعم ينطيها نشاط وجود الشمس في موقع لا بأس بي ما يأثر عليهم دخول المشتري مع كوكب عطارد في برج القوس وبعد ذلك راح تنطلق الى الزهرة الى برج القوس هذا راح ينطيها باب فتح باب ارتباط او فتح باب انجاب او فتح باب شراكة 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 قد تكون مالية قد تكون شراكة حسب عمرها الله يحفظها هي اوه 2015-2016 فهذا شي بعيد يعني صار لها سنة اذا ننطي مواصفاتها العامة المواصفات العامة لهذه الطفلة الله يحفظها العشرية الثالثة من الجوزاء تابعة الى الشمس يعني الشمس عندها سيطرة عليها هذه الانسانة تطلع قوية الشخصية قوية الشخصية عندها قوة عندها نشاط عندها حركة عندها نفوذ عندها نور قادرة على انه تتجاوز المجتمع انسانة لطيفة لكن بنفس الوقت شوية يكون عندها تشبث بالرأي وفوضوية هاي الاشياء لو امها تحاول في تربيتها لها الله يحفظها اتركها هالاطباع ما تعلمها اتعاند وتمشي وياها بدبلوماسية بتربيتها هاي الانسانة تطلع ناجحة هاذي مدرسة راقية هاذي ممكن توصل الى مراحل متقدمة بالتعليم شجعوها على الدراسة هاي صير تاخد ممكن دكتوراه حتى شاطرة تاكل الكتب اكل حبوبة اجتماعية الله يحفظها بالنسبة الى واحد ثمانية بامكان هذا الشخص يحل مشاكله سنة الالفين والتساط عشر راح تكون نهاية لسنة متعبة لبداية سنة اقل تعب اقل تعب ان شاء الله يعني تعرفون العافية درجات بس الحمد لله راح يستطيع مجاميع برج الاسد الناري خصوصا مع دعم الكواكب من تأسيس نفسه يوقف على رجله يقدر يديره الامور بطريقة وهو باصله قيادي يعني برج الاسد قيادي يقول لك يا انا قيادي بالدرجة الاولى فيقدر يقود الحياة بطريقة انه راح تجي بايده بحيث يتمكن من القيادة الايجابية فان شاء الله انا اتوقع لهم لمواليد برج الاسد يعني نجاح على الصعيد العاطفي وكذلك نجاح على الصعيد المالي 18 دعش بالنسبة الى شيماء 18 دعش تريد ارقام الحظ اه اه اوكي حبيبتي فيعني ان شاء الله هذه السنة راح تكون مباركة ايجابية حسني شون تتصرفين بالاوقات المناسبة باوقات يكون كوكب يعني الكواكب المؤثرة عليك ايجابية انتي اندتك اه 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 كوكب الزهرة التابعين ويايا حركة الزهرة ويا حركة الشمس والقمر اه اه راح تكون عندك فد اه معنوية رح يكون عندش في التعويض ان شاء الله السنة المقبلة ايجابية بعدة اشهر اما بالنسبة للنصيب فالنصيب مفتوح خصوصا مع دخول اورانوس الى برج الثور يعني تبدأ الفترة لا ضير الان ولا ضير للشهر الثالث وهو شهر الثالث رح يدخل بالسنة المقبلة اورانوس الى برج الثور اللي هو بيت شراكة العمل فانتظري مفاجآت حلوة بالنسبة الى يعني شراكة العمل والعاطفة عندي شي ما من واسط تقول اريد اعرف 28 28 83 هذا الحظ وهل من الامكان يرجع الى الدوام نعم نعم اذا مقدم التماس مقدم امور بالنسبة لمجاميع برج الميزان نعم نعم بالنسبة لمجاميع برج الميزان هو مولود برج الميزان العشرية الاولى الخاصة بزحل العشرية العفو القمر القمر الثانية هي زحل القمر هل العشرية بامكانها تطوير وضعها خصوصا اذا كان عندها بالفترة الحالية معاملة او طلب التماس فاذا كان عنده طلب التماس يقدمه بدبلوماسية يقدمه بارياحية شوية يطول باله يرجع للدوام اما بالنسبة الى 28 12 هذه الاولى من الجدي الاولى من الجدي حفيبتي الفترة الحالية تقول انه الشمس ببرجكم ورح تنطيكم ثلاثة اشهر من العمل تقولكم اول ثلاثة من السنة يا جماعة ركزوا على العمل العمل اذا كان اذا كنت موظفة او اذا كنت غير موظفة فممكن الزوج من خلال عمله يحسن من وضعك المالي الفترة اذا كنت موظفة فالهي مواصفات واذا لم تكوني كما قلت للزوج مع حصولك على طاقة ايجابية من الوضع العام لكن هناك كشوف في يوم ستة هذا شوية راعي احنا من بعد ستة بالشهر نبدي ننطي التوقعات العامة لهذه الابراج فمن بعد ستة بالشهر ثابروا وقولوا يا الله وافتحوا صفحة جديدة علياء تقول انا 28.9 و12.7 جاية ساعة بالستة الصبح 28.9 مولود برج الميزان الهوائي العشرية الاولى التابعة الى القمر مولود برج الميزان هذه السنة سنة 2019 اذا كان هذا الشخص طالب فعنده تفوق اذا هذا الشخص كان موظف فرح يحصل على ترقية اذا كان هذا الشخص مقدم على هجرة او معاملات سفر فرح يتملي اذا كان هذا الشخص عنده حال متوقف او الناس ده تقف عثرة ضد نجاحه فهل الناس رح تنزح من طريقة ورح ينفتح له امامه نجاح اجتماعي رح يساعده كثيرا في حل مشاكله اوكي فاني اتبشر خير المجامع الميزان خصوصا انه برجي الاقرب عنده فرغ ده يفرغ كله ده يروح البرج صديق هذا يدعو الى انه يطور نفسه اجتماعيا ويحاول انه يواصل الحياة وان شاء الله يكون ايجابي انني ارى انه هذه المحاور ناجحة لكن كل تاريخ بتاريخه هسا احنا شهر الواحد شوية اكو تعرقلات لكن من تنطلق الشمس الى برج الدلو لا اكو خير وخير وفير ممكن يخص اي مرفق من حياته اما بالنسبة الى 12 سبعة 12 سبعة الاخيرة من السرطان المائي هذه الفترة ده تدعم اول شي وضع صحي هناك وضع صحي وهناك وضع اجتماعي يعني هذا الشخص ده يكبت في داخل نفسه كثير من اشياء يعني ده تأثر به اكو هواية منغيصات اكو اشياء او ظروف هو بالضغط قابل بيها لكن ان شاء الله السنة المقبلة رح تتغير هالامور مطلوب منك الصبر والمواصلة هذه ان شاء الله رح الغيوم رح تبدي تنحسر وخصوصا بعد طلعت الشمس من برج الجدي اكيد تطلع الشمس من برج الجدي يوم 21 وقالنا قليل برج السرطان رح تكون عنده فترة انطلاقه وبداية ايجابية ان شاء الله مدة ستين يوم نركز عليها واحنا ان شاء الله بوجودنا نقدم لكم النصيحة في تحركاتكم بالنسبة الى ام نور 16-6 و19-3 16-6 الاخيرة من الجوزة و19-3 الاخيرة من الحوت اكيد وعندي ام حسين ايضا مولودة برج الحوت مولودة برج الحوت بالنسبة الى الاخيرة من الحوت الاخيرة من الحوت تابعة الى المشتري اما ام نور فانتي ام حسين انتي الاولى منها تابعة الى زحل هذا عندنا اختلافات بالكواكب فمجموعة المريخ اشد عليكم اللي ابو 19-3 حبيبتي النصيحة قد تكون ايجابية وقد تكون لا هالفترة حاول انتي كزوجة تقتصدين من المصاريف الكمالية لان قد تصادف هذا الشخص مصاريف طريقة دخول المريخ عندهم عصبة وده تولد عنده فد اشياء ده تضغط عليك انتي ايضا وانتي العام واولة العام كان عندش متاعب كبيرة وانتي من يعني شقد ما ده تشيلين هم هالامور هذي ده يثاقل عليك الوضع بس الفترة مطلوبة منيش انه قدر المستطاع اضبط الميزانية يمكن اكو مصاريف طريقة راح تلزمني ننتبه الى وضع الصحي لان منعته قليلة صايرة وضع الصحي ده يخليه مدى ينطي مجال انه يسترجع صحته ان شاء الله في الشهر الرابع راح يكون عنده فترة افضل بكثير خصوصا مع تحول كوكب اورانوس الى برج التور هذا راح يكون بصالحة تحول كذلك المريخ ابتعادة من هالمواقع فهذه الفترة شوية راح يكون بيها هالمولود محصور يعني عنده يعني شوية ظروف قد تكون مالية او قد تكون صحية انتي حاولي انه تراعين هالظروف لاجل مسمى مو لاجل غير مسمى اكو فترة انتبه بيها وان شاء الله من بعدها اكو خير اكو خير مو ما اكو خير ما راح يبقى هذا الوضع بالعكس مولود برج الحوت اكو الى فترات جدا ايجابية لكن نلاحظ حركة الكواكب المريخ ضاغط راح يجي يوم واحد بالشهر ينتقل البرج الحمل بيت المال والارباح راح ينطي نشاط راح ينطي قوة راح ينطي دفعة بس بنفس الوقت راح ينطي حب المجازفة برج الحوت المشكلة انه عاطفي جدا ومن السهل انه الناس يعني تخليه دي الله ومدري شنو لا خليكون اكثر ثقل اكثر اكثر تمعن في دراسة الامور ما اجي اذب مصروفي او مشروعي في اي مكان كان لكن هناك بشراوية حلوة اذا هذا الشخص كان غير حاصل على وظيفة او ما عنده شغل ممكن في هذه الفترة يحصل على العمل يعني ان شاء الله من واحد واحد هذه بالنسبة الى الوضع العام بصورة عامة اما بالنسبة الى انت السنة المقبلة تعدك خير تجمهر الكواكب في موقع ايجابي اللي هو برج الحوت برج القوس عفوا ينطي فد ايجابية حلوة من ناحية الشراكات ينطي من ناحية زيادة الالفة واللحمة بين الزوج والزوجة والمعاونة زيادة المحبة زيادة المداخلة اما بالنسبة للاولاد اتصور هذه السنة حلوة اتصور هذه السنة حلوة وانت الليك مفهومي يقول يا الله مع طلبنا من الرب الكريم انه يمنحك ان شاء الله الولد الصالح في الوقت المناسب وسبحان الله دائما ينطي الشيء في الوقت المناسب لتكون مشيئته واش مشيئته دائما تكون مع ساعات عزيزتي ربي يمنحك الولد الصالح واتصور هذه السنة حلوة راح تخابريني يا الله يا الله كم بقى لي من الوقت سيدي المخرج؟ نعم عندي اتصال نعم اذا هذه الحمدلله قدرت اجاوب على مجموعة وبعد اكو ايضا مجموعة متصلين عندي راح احاول اجاوب عليهم هاليوم لان الفترة الاخيرة من السنة من حاول يعني الا ننطي الخلاصة حتى نبدأ لسنة جديدة ان شاء الله تكون مفعمة بالاحداث ومليئة بالمفاجآت ان شاء الله للأبراج وعندي ابتسام تفضلي ممكن اشارك بالبرنامج جنال حبيبتي كل الهلة يوم تفضلي بس اريد اعرف برجي مواليدة 1985 1985 يعني بعدش مجايا للدنيا عافو 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 1985 زيني مسافرة عبر الزمن وده تخابريني يوم انتي يا زيني يا يوم ويا شهر ممتب يوم مره شهر كاسبا حبيبتي يوم بنتي العزيزة كل الهلة على راسي يا يوم ويا شهر بشهر 12 و 21 عام 21 و 12 نعم تدللين بس تعرفين البرج اي حياتي اي حبيبتي وبعد ما عندش احد تعرفين برجه اي حياتي تفلمين عمري حبيبتي يوم حبيبتي كل الهلة بيش ابتسام شرفتيني نعم اكو اكو اتصال اخر اوكي عندي ابتسام تقول اني 21 و 12 اريد اعرف البرج حقها يا با حقها يا جماعة تريد تعرف البرج 21 و 12 هي الفترة اللي تبدي تنتقل بها الشمس اكيد فترة انتقال الشمس الى برج الدلو نعم محمد بغداد ها 21 و 12 تنتقل الى برج الجدي وليس الدلو وخلي اخذ ابو اهلا محمد يوم اهلا محمد اهلا محمد شوانك شوان سأخذت كل الهلة كل الهلة كل الهلة عيني الله ينطيك العافية شرفتني ابني تفضل اهلا تحلي اهلا تحلي اربعة عيس تسانية و تسعين يا الله وسمعة ثلاثة زوجتي ايه اشيا حبيبتي اي اي انا مود موضوع الحمد اي اي وانا مود الوضيفة الله يوفقك الله يوفقك انت ابني قال الله يوفقك بساني من قرية رقمك عرفت انه اكو بشراوية حلوة الله خليك يا ابني العزيز ان شاء الله الله يبشرك بالخير تدلل تحياتي لزوجتك نعم اتفضلي ام محمد صباح الخير حبيثي في الجنة يا هلا يا هلا ام محمد يا هلا يوم يا مسيال غالي طبعا احنا دائما نستذكرك بجمالي بتعلينا اسلامين يا حلوة الله يحفظك الله يحفظك الله يخليش بعد يا مسيسلاميني نعم احبب برجي الميزان انا موالد واحد وثمانين شهر التاسع سبعة وعشرين سبعة وعشرين تسعة ايه يا الله ايه ايه يعني بس تريدين تعرفين يعني بصورة عامة الا اكو فشي معين لا والله بصورة عامة يعني شوف ظروفي اموري يلا يا الله فتحسن ان شاء الله اي اي اكيد 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 اعني متفاق للكم سنة الالفين وتسعة عشر حلوة للميزان حلوة للميزان حلوة للميزان يا الله يا الله تفضل ابني العزيز تفضل علي ابني الشون ست يا هلا وميت هلا يوم كل الهلا شرفتني تفضل الله يسلميك الله يسلميك ست بلازع معليك انا وليد 16-12-67 نعم ايه اريد انشوف البرج مالتني اريد انشوف الحظ مالتليك وعمرش طويل والله يحطيك وسنة خير وعافية عليك وعلى كل العراقيين اجمعين وانت كذلك ربي وإلهي وراح تكون هذه السنة كلش خير عليك يا الله يا الله انت رح تشوف عندك شفاء يا الله مو والله ادي شغل يعني شغل وعندك شفاء من حالة مرضية عندك شغل وعندك شفاء من حالة مرضية ايه والله يضع للنظام برك ان شاء الله يا الله خير ان شاء الله يعني اشكرت واشكرها القناة الراعة حقيقة القناة كل العراقيين اكيد اكيد انا ممنون منيت والله يحضرت ويحفظ كل الكادر يسلمك يسلمك بس تابعني حضرتك حتى ارد عليك بتفصيل اكثر على راس على راس على راس على راس كل الهل حياة الله حياة الله كل الهل عيني نعم زين على العموم على ما يريد يجيني اتصال اه اوكي ام علي تفضلي اريد بس اعرف البرج مارس زوجي اي عيني ستة وعشرين ستة اي 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 حبيبتي تفضلي ستة وعشرين ستة اي ستة وعشرين ستة اي ثلاثة وثمانية اي حبيبتي طلت العمر البرج ثلاثة وثمانية ايه حبيبتي تعرفين البرج ببطن عيني ساعة وثمانين ايه حاضر حاضر وصل والله بس لارد عرف البرج مالتا وش توقع يعني عن كل شي اوكي حبيبتي تتدللين تتدللين اي والله يا شكدين عن اشكرتش اني اشكرتش اي شنو شنو عندي عشرين دقيقة اي اوكي ام حسين تفضلي ام حسين عليك السلام بس اريد عرف برج واحد عشرة ايه واحد عشرة وخمسة سبعة اكو زواج برج السرطان هكو زواج البرج السرطان اكو زواج البرج السرطان اكو من المرشحين الكبار لان يكون بيس يعني توافق تقصدين خلنا نشوف خلنا نشوف ماما تتدللين تتدللين ام حسين اكيد على الوقت الباقي لي اجاوب على الاخوة والاخوات المتصلين عندي ابتسام ابتسام حبيبتي واحد وعشرين اطناعش واحد وعشرين اطناعش هذه الفترة تحكم برج الجدي يعني تنتقل بها الشمس فهذه تسمى فترة بين برجين يبقى اذا اكو قسم من الفلكيين يعني يحددون يقولك اذا انت جاي في بداية النهار تكون تابع لبرج الجدي اذا كنت تابع الى اخر النهار فرح تعبر على الدلو فهذه هي الفترة اني ليش قتلك يعني انه جدي يعني دا اتحدث بالاتصالات فقلت انه انتي مولودة برج الجدي لان امبين عندي من الطالع اللي موجود عندش حبيبتي فواحد وعشرين اطناعش هذا مولود برج الجدي اخر الفترة الاخيرة منه اللي خاصة بالشمس بنتي وحبيبتي هذه الفترة ايجابية بالنسبة اللي تحت تحاولين قدر المستطاع انه تعملين لكن نصيحتي الى مجامع برج الجدي من بعد ستة بالشهر يعني خلنقول ثمانية تسعة سبحان الله يمنح الحياة يوم تسعة بالشهر رح يكون اكثر مباركة مولي وجود قمر انما لي تخلصنا من الكسوف الحاصل يوم ستة بالشهر الكسوف الحاصل هذا شوية رح يأثر نحاول انه ما نبدأ بشي جديد قبله وبعده فما اشجع هذه الفترة يعني هذه الفترة نكتفي بعملنا الروتين لكن من بعد تسعة واحد انشت حيلنا نتوكل على الله هناك نجاح مع المثابرة على صعيد المال هناك نجاح على صعيد الامور الاجتماعية هناك نجاح على صعيد الامور الدراسية هناك نجاح على صعيد الاسفار هذه المجامع هذه مثل ما يقول رحتي خطار انتي متعرفينيش رحي قدمولك جابولتش صينية وحطوها امامتش زين؟ هذه الخيارات اللي دا تضملتش بيها نجاح اذا انا اركز بالخيارات اللي عندي بيها نجاح ليش تفوت علي تقريبا الستين يوم بدون مبرر بدون فائدة النجاح الاجتماعي مطلوب جدا مطلوب جدا من النجاحات المطلوبة جدا ليش؟ لانه رح يكون هذا الشخص لافت للنظر مقبول اذا قدم معاملة تخص سفر تخص توظيفة تخص شراء شيء بيع شيء فرح يكون بيها شيء من التوفيق شراء حاجة ثمينة قد تكون مو قلتش قد تكون يعني انتي او تكون احد الاولاد اذا كان عندك اولاد حبيبتي او يعني ايما يكون فهذا هو الشيء الجميل فاني اخصص نفسي الى انه رح يكون عندي نجاح على الصعيد المالي ونجاح على الصعيد الاجتماعي بما يملك مع تخلصكم من تأثيرات ان شاء الله المريخ على صعيد الحياة الاجتماعية فالمشاكل مع الناس شوية رح تقل رح يصير عندك شيء من الاستقرار شيء من معرفة الامور شيء هذه السنة هذه السنة ما ريد اسبق يعني النصائح اللي ممكن انه نحاول نقدمها بكل تواضع عندنا اشياء ممكن انه نقدمها نقول لازم هذه السنة تحضرون مجاميع الجدي وضعكم المالي بصورة امرتبة هذه السنة امامكم فرصة لتضيعوها عندنا محمد ارباطعش اربعة وسبعة ثلاثة يسأل عن الانجاب انتو ممكن انه يكون عندكم تأخير ليش لانه ابراج متجاورة لا تخافون من هالموضوع مو ما يصير لكن هذه السنة احتمال يكون عندكم فرحة على هالصعيد اذا كان من مجاميع الحمل او اذا كان من مجاميع الحود هذا من باب اخر اقعدكم فتبشراوية تخص تطور وضع مالي بما انه انت ارباطعش اربعة فان شاء الله الازمة اللي انت مارر بي رح تعدي على خير وان شاء الله يكون ايجابي بالنسبة اليك ام محمد عندي سبعة وعشرين تسعة تقول اني مولودة برج الميزان مولود برج الميزان السنة المقبلة رح يكون عنده هو ايضا نجاح اجتماعي والنجاح الاجتماعي مطلوب بيت المال عنده ايجابي لكن اراعي اراعي انه اول بداية السنة دخول المريخ الى برج الحمل هذا ش رح يعزز رح يعزز نشاط رح يعزز حركة رح يعزز ناس بس بنفس الوقت رح يعزز فالاشياء مبطنة بالداخل ممكن انه هالناس تحمل لش مشاعر مبطنة في الداخل غير الخارج فحاولي في الاول بداية السنة اكون اكثر لطف في التعامل مع الامور اكثر دقة في دراستها انظر الى كل الزوايا وليس زاوية معينة لا تنظرين الى الامور من الناحية العاطفية تطلب منكم هذه الفترة الاولى دراسة مفصلة للامور لكن هذا ما يعني انه ما رح يكون عدكم اشياء ايجابية خصوصا مع خلو بيت الثاني اللي يخص المال يعني ان شاء الله رح يكون عدكم اذا الله ما عنده احد شغل ممكن يحصل على شغل وكذلك ممكن يحصل على نجاح اجتماعي الى مردودات ايجابية لهذا المولود 16-12 مولود برج القوس هذه الاخيرة منها السنة هذه تعد مجاميع برج القوس بالتوفيق اللي عنده حالة مرضية فهو شفاء من حالة مرضية واللي عنده حالة عمل او مسألة مالية نعم ممكن ان يحلها لكن رح تكون هذه ان شاء الله البشراويات من تبدأ من عشرين واحد بس هسه الفترة اريدك تدير بالك على الميزانية الى غاية يوم تسعة بالشهر ليش لانه اكو فترة خسوف وكسوف في بيت المال عندك هذا فتشي ما يخوف بس اضبط بيزانيتي ما اتشاركوا يا عالم معرفهم انتبه هالمسائل ان شاء الله بعد ذلك تتعزز الى وضع افضل عندي ستة وعشرين ستة ام علي تريد تعرف البرج الاولى من السرطان المائي ان شاء الله رح يكون الي لقاء بكرة وياكم رح انطي توقعات لمجامع برج السرطان بصورة عامة وعن عشرياتها انت العشرية الاولى منها ام حسين تسألني عن التوافق بين واحد عشرة وخمسة سبعة واحد عشرة الثانية من الميزان اللي تخص زحل والخمسة سبعة الثانية اللي تخص عطارد نسبة التوافق بيناتكم هي خمسة وخمسين بالمية هذا ما يعني انه ماكو زواج لمواليد برج السرطان نعم اكو ارتباط لكن هذه النسبة من التوافق بنتي العزيزة خمسة وخمسين بالمية انا اشكركم جدا واشكر متابعتكم ما اتمنى انه اطلت عليكم اتمنى لكم نهار مبارك ان شاء الله تقضوا برحمة وعناية الرب الاجواء لك عموري شكرا لك سل جنان وبنفس الوقت نتمنى حظ موفق لجميع المشاهدين وجميع المتصلين شكرا لك مرة ثانية مستمرين مع باقي فقراتنا لهذا اليوم لكن بعد الفاصل شكرا